السابع من رمضان لعام 1442 هو اليوم الذي توفي فيه مشير الشهد إدريس ديبي إتنو دفاعا عن الوطن ولإحياء ذكر هذا اليوم نظمة التلاوات الغرآنية التي صحبت بإفطار للصائمين من قبل إمام مسجد الشهداء الشيخ إدريس ماكين أبرحمن وذلك بمشارقة فاعلة للصائمين يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بجمهورية الشاد فضيلة الشيخ محمد خاطر عيسى إمام مسجد الشهداء قدم كلمة ذكر فيها محاسن الراحل داعينا المسلمين بالتضرع إلى الله عز وجل أن يدخله فيه واسع رحمته الأب الحنون والبطل الشجاع القائد والسياسي المهنك رئيس هذا الوطن السابق مرشال إدريس ديبي إتنو فقدناهم مثل هذا اليوم يوم سبع رمضان الماضي وهذا أول ذكرى هذه تقام هذا اليوم لذلك أردنا أن نتذكر معاثره وكذلك ما قدمه لهذا الوطن الكبير فلذلك حاولنا أن نختم القرآن وكذلك نهدي ثوابه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية الشاد التكتور محمد خاطر عيسى تضرق إلى الإنجازات التي حققها فقيد الأمة مشير جاد وهو ناصر للقرآن وخادم للقرآن بلا شك القرآن الذي ظهر في هذا البلد وأنفردت به هذه البلد في جميع ربوعها استشهاده صادف هذا اليوم وهو اليوم السابع من رمضان ويوم بهذه المناسبة نتذكر ذلك القائد العظيم الذي قدم للإنسانية قدم للبشرية قدم لوطنة قدم للدين قدم للعقيدة الكثير والكثير هذا وقد طلب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضلة الدكتور محمد خاطر عيسى من المواطنين بالتضرع إلى الله عز وجل كي يدوم الأمن والاستقرار اللذان صنعهما المشير في حياته بفضل الله العلي القدير